ما العوامل التي تؤثر في تعليم مهارات القراءة للتلاميذ في المرحلة الابتدائية وما يتلوها من مراحل؟ هل تتوقع أن كل تلاميذك يسيرون بالسرعة نفسها في تعلم مهارات القراءة؟ كيف يمكنك أن تفسر الفروق التي توجد بين التلاميذ داخل الفصل الواحد في المدرسة الواحدة وهم يتعلمون القراءة؟ هل هناك عوامل تؤثر في تعلم مهارات القراءة وتشكل استعداد التلاميذ لتعلم هذه المهارات؟ نعم، لابد أن تكون هناك عوامل لها تأثير كبير في تعلم مهارات القراءة من هذه العوامل مثلا، الذكاء العلاقة بين الذكاء وتعلم القراءة علاقة قوية جد نتائج البحوث والدراسات تثبت أن الضعفة والتأخر القراءة ينتشر بدرجة كبيرة جداً بين التلاميذ ذوي الذكاء المنخفض في حين أن التفوق القراءة يكون من نصيب التلاميذ ذوي الذكاء المرتفع أيضاً الثروة اللغوية تشير إلى كم المفردات التي يمتلكها التلميذ وهو يدخل إلى الصف الأول لابتدائي كما يشير إلى أننا يجب أن نراعي ونحن نعلم القراءة أن نغترف مما يعرفه التلميذ بالفعل من كلمات فالطفل يجب أن يقرأ كلمات قريبة من خبراته عندما يحقق الطلاقة في القراءة فإنه يستطيع استخدام هذه القدرة لتفسير وفهم معلوماته وخبراته الشخصي ولذلك لا بد من الانطلاق ونحن نبني مناهج القراءة ونحن نعلم القراءة من المفردات والثروة اللغوية التي تنتشر بين التلاميذ الصغار ومن هنا تأتي أهمية بناء المعاجم اللغوية للمفردات الشائعة في لغة هؤلاء التلاميذ حتى نستطيع أن نتخير من ثرواتهم اللغوية ما يمكننا من تعليمهم مهارات القراءة دون أخطاء كثيرة أيضا القدرة البصرية فالتلميذ الذي يعاني من عيوب في البصر قد تؤدي هذه العيوب البصرية إلى عدم رؤية بعض الكلمات أو عدم القدرة على تمييز الحروف المتقاربة لذلك الدراسات أشارت أن الأطفال يجب أن يكون لديهم استعداد بصري لتعلم القراءة من الناحية التركيبية يكتمل تكون العين في سن السادسة حيث تكون مستعدة لرؤية الأشياء بوضوح وسهولة من المفروض عندما نعلم الطفل القراءة الصحيحة أن يستطيع أن ينسق بين حركات عينيه وأن ينقلها على السطر المطبوع أمامه وأن يقوم بالعودة إلى بداية السطر المكتوب ثم ينتقل من البداية إلى النهاية وأن يرى بوضوح ودقة الكلمات الموجودة أمامه الخلاصة أن البصر له دور مهم جدا في تعلم القراءة لذلك يجب أن يخضع التلاميذ لفحص بصري قبل الدخول إلى المدرسة الابتدائية للإطمئنان على سلامة أبصاره أيضا المؤثرات البيئية فالبيئة الغنية البيئة السرية البيئة الخصبة لها أثر إيجابي على تنمية الثروة اللغوية للطفل الصغير فالطفل الذي يمتلك فرص التحدث مع الوالدين ومع الإخوة والأخوات ويمتلك فرص الخروق وفرص التنزه وفرص الالتقاء بخبرات جديدة الطفل الذي يتم تشجيعه على حب الاستطلاع الطفل الذي يتعرض لخبرات متنوعة كل هذا يثري من الخبرات الخاصة لهذا الطفل ويجعله أكثر استعدادا لتعلم القراءة لذلك لا بد أن نعرض أبناءنا لعدد كبير من الخبرات المتنوعة الغنية الثرية التي تكسبهم استعدادات قوية لتعلم القراءة وتنمي من خبراتهم الذاتي أيضا هناك العوامل الانفعالي والعوامل الانفعالية أمر بالغ الأهمي لأن ميول التلاميذ واتجاهات التلاميذ الموجبة نحو القراءة تيسر عملية تعلم القراءة تماما كما أن الميول والاتجاهات السلبية نحو المدرسة أو نحو القراءة تعسر من عملية تعلم القراءة التلميذ الذي يتعرض لمشكلات شخصية مثل كراهية المدرسة أو كراهية القراءة أو الخوف الشديد من المعلم أو عيوب النطق الشائعة أو الإحساس الشديد بالخجل والتهيب والإحراج كل هذه عوامل انفعالية وجدانية تؤثر بشكل مباشر على قدرة هذا التلميذ على تعلم القراءة أيضا عوامل النطق العضوي هناك علاقة وثيقة بين القدرة على تعلم القراءة ونمو التلميذ في نواحي العمر العقلي للتلميذ والعمر الزمني للتلميذ والعمر القراءي للتلميذ فالتلميذ الذي نضج ونمى عضويا يكون لديه استعداد لأن يتعلم القراءة أفضل وأسرع من التلميذ الذي يعاني من ضعف النمو من التلميذ الذي يعاني من الأنميا الشديدة من التلميذ الذي يعاني من المشكلات الصحي ثم ننتقل إلى دراسة مهارات القراءة في المرحلتين المتوسطة والثانوي ما أهم المهارات التي نعمل على تنميتها لدى التلاميذ في المرحلة المتوسطة وفي المرحلة الثانوي هذه المهارات تنقسم إلى مهارة التعرف التي تشمل الإدراك البصري للحرف التمييز بين الحروف بصريا معرفة اسم الحرف الإدراك السمعي للحرف التمييز بين الحروف بصريا الربط بين الحرف وشكله تمييز الكلمات هذه المهارات مجتمعة تشكل ما نطلق عليه بمهارة كلية في القراءة وهي مهارة التعرف هل القراءة تتوقف فقط عند مهارة التعرف؟ أم أن هناك مهارات أخرى مهمة في عملية القراءة؟ نعم هناك مهارات أخرى مهمة في عملية القراءة تشملها ما يمكن أن نسميه بمهارة الاستيعاب يمكن أن تسميها مهارة الاستيعاب مهارة الفهم مهارة التفسير هذه المهارة تشمل مستويات الفهم القرائي هناك خلاف بين الطربويين في تقسيم مستويات الفهم القرائي ولكن البعض يشير إلى أن الفهم القرائي يشمل أولاً مستوى الفهم المباشر ويعني فهم الكلمات والجمل والأفكار والمعلومات والأحداث فهماً مباشراً كما وردت في النص وهو مستوى أساسي للمستويات التالية ثم يأتي بعده مستوى آخر هو مستوى الفهم الاستنتاجي ما المقصود بالفهم الاستنتاجي؟ يقصد به أن يكون التلميذ قادر على أن يفهم انتبه به يفهم المعاني الضمنية العميقة التي لم يصرح بها الكاتب بشكل مباشر هذا المستوى يشير أيضاً إلى قدرة التلميذ على أن يربط بين المعاني واستنتاج العلاقات بين الأفكار والقيام بالتخمينات والافتراضات المطلوبة لفهم النص المقروب ثم يأتي المستوى الثالث وهو مستوى الفهم الاستيعابي هذا مستوى يشير إلى أن التلميذ أصبح قادراً على أن يفهم المحتوى جيداً وأن يقوم بتصنيف هذا المحتوى في إطار فكري معين وأن يقوم بتنظيم الأفكار التي وردت في هذا المحتوى بما يتناسب مع طبيعة النص نفسه على أن يتم ترتيب هذه الأفكار حسب درجة أهميته ثم يأتي مستوى الفهم التطبيقي مستوى الفهم التطبيقي كما يظهر من اسمه يشير إلى نعم يشير إلى القدرة على تطبيق المعلومات الواردة في النص في مجالات أخرى جديدة يشير إلى القدرة على استخدام المقروء في حل المشكلات هذا المستوى يمكن اعتباره بعداً من أبعاد الإبداع القرائي لأنه ينمي لدى التلاميذ القدرة على أن يبدع باستخدام ما يقرأه لحل مشكلات تواجهه في حياته ثم يأتي المستوى الخامس وهو مستوى الفهم النقدي الذي يشير إلى أن التلميذ أصبح قادراً على أن ينقض المادة المقروءة وأن يصدر حكماً عليها من حيث اللغة والدلالة والوظيفة وأن يقومها من حيث الجودة والدقة وقوة التأثير في القارئ هذا المستوى يعلوه مستوى آخر هو مستوى الفهم التزوقي ويعني هذا المستوى أن التلميذ أصبح قادراً على أن يكتشف مشاعر الكاتب بل وعلى أن يعبر عن هذه المشاعر من وجهة نظره بأسلوب لغوي معبر أن يضع نفسه مكان الكاتب وأن يعيش التجربة الوجدانية التي دفعت الكاتب إلى كتابة هذا النص أخيراً يأتي مستوى الفهم الإبداعي وهو المستوى الأعلى في القراءة ويشير إلى أن التلميذ أصبح قادراً على أن يبتكر أفكاراً جديدة أن يقترح نصوصاً جديدة أن يبدع في ضوء ما قرأ نصاً موازياً يعني هذا المستوى هو أعلى مستويات عملية القراءة لا يعلوه مستوى آخر ولا يأتي بعده مستوى آخر إذن هذه هي أهم مهارات القراءة في المرحلتين المتوسطة والثانوي